السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الفيديو اللي نزلته قبل كده عن ترجمة الفيديوهات على اليوتيوب الصراحة الناس استصعبته قوي وقالوا لي يعني ما تشوف لنا حاجة سهلة كده شوية لكن ايه اللي خلينا ادخل على الفيديو وحط الكتابة كلها منول وكتب كل اللي قلته عشان اترجم الموضوع صعب جدا عشان كده النهاردة جايب لكم مفجأة بمعنى كلمة مفجأة فعلا ان انت النهاردة ممكن تترجم الفيديو بتاعك على اليوتيوب بضغطة زرار واحدة بس كليك واحدة تنزل لك الترجمة على الفيديو بتاعك وبعد كده ترفعه على اليوتيوب بقى زي ما انت عايز بس زي ما حفيدك النهاردة انا كمان محتاج منك استفادة اي حد حيشوف الفيديو للاخر النهاردة ويحس انه استفاد فعلا من الفيديو والفيديو عجبه اطلب منه النهاردة بقى معلش شير لايك سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتعمل لايك لو الفيديو عجبك عشان اعرف ان النوع ده من الفيديوهات بيعجبك وفقدر اعمل منه تاني وفي نفس الوقت عايزك تشير الفيديو على كل الصفحات اللي تعرفها على الفيسبوك او جروبات الواتساب اللي انت مشترك فيها اولا عشان تفيد الناس التانية وسانيا عشان انا كمان استفاد معاك وانت كمان تستفاد تمام يلا بينا بقى نعرف اللي ما نعرفوش مع ابو العري اهلا بيكم مرة تانية النهار ده الفيديو زي ما قلت لكم مفاجأة مفاجأة حلوة جدا لانه حيساعدك بطريقة كويسة جدا وسهلة انك تترجم الفيديوهات بتاعتك اللي شاف الفيديو القديم بتاع الترجمة حيلاقي اللينك بتاعه ظاهر فوق دلوقتي كان الموضوع بيبقى طويل شوية انك كنت لازم تخش على ستوديو اليوتيوب وتختار الترجمة وبعد كده تختار الفيديو ومن الفيديو تعمل اضافة لغة وتضطر انك تكتب بشكل يدوي كل اللي انت بتقوله في الفيديو علشان اليوتيوب يقدر ياخد الملف اللي انت عامله ده ويترجمه لأكتر من لغة زي ما انت حابب الطريقة بتاعت النهار ده اسهل بكتير جدا كل اللي هتعمله انك هتدخل على موقع اسمه كاب وينج الموقع ده بتعمل حساب عليه باي جيميل من الجيميلات عندك تمام؟ هو بيقدم خدمات مجانية وخدمات مدفوعة الخدمات المجانية منها انك تقدر تترجم فيديوهات بس فيديوهات بعدد معين خلال الشهر الواحد فطبعا انت علشان تقدر تعدي الموضوع ده انك بتعمل اكتر من حساب على الجيميل وكل ما الليمت بتاعك خلص في ميل معين تبتدي تستخدم ميل تاني والشهر اللي بعده ترجع تشتغل من الاول المهم انت هتضغط على كلمة tools كل دي خصايص انت ممكن تشتغل بها في الفيديو بتاعك بس انا اللي يهمني النهاردة من الخصايص دي اني ادخل على حاجة اسمها subtitler او المترجم بيجي هنا بيقولك طيب اديني الفايل اللي انت عايز تترجمه او يعني ارفع لي الفيديو اللي انت عايز تترجمه فبعمل upload file وبختار الفيديو مثلا ده اللي هو تفعيل ميزة المنتدى اللي عايز يعني يتفرج عليه قبل ما ارفع الفيديو احب اوريكوا الاول الفيديو اهو الفيديو زي ما انتوا شايفين هو فيديو قصير وما فوش اي ترجمة كلام عادي جدا بدون اي ترجمة انا هنا اخترت الفيديو ودست خلاص open هو كده بيرفع لي الفيديو عنده على الموقع فانا بقم جايي دوغط على حاجة اسمها auto generate اللي هو الزرار الاخضر ده auto generate هو هنا بيقولي ان انت في الشهر بيبقى ليك 10 دقايق الفيديو ده مثلا دقيقة يبقى انت كده فضلك فيديو كمان 9 دقايق تمام في خلال الشهر طيب مش ده الموضوع الموضوع ان هو دراتي بيقولي اي هي لغة الفيديو اللي بتتكلم بيها فانا مسلا بالنسبالي الفيديو بيتكلم عربي بقوله هنا بعلم على البوكس ده وبقوله ترجم لي العربي ده لانجليزي فبختار اللغة الانجليزية يبقى انا هنا كده حددت له انا اللغة اللي بتكلم بيها في الفيديو العربي وعايزك تترجم لي العربي ده لانجليزي وبادوس auto generate وهنا هو بيخلاص بيحاول دلوقتي ان هو يترجم الفيديو هو خلاص كده في البروسيسنج بتاعته ودلوقتي هو بعد ما خلص هتلاقيه هو هتطلج كل ثانية انت اايل فيها ايه باللغة الانجليزية اهو مثلا من الثانية عشرة للثانية خمستاشر انت اايل الكلام دوت من خمستاشر لتمنتاشر اايل الكلام دوت طيب انا هستفيد ايه دلوقتي دلوقتي انت هتشغل الفيديو وتشوف الترجمة هتظهر ازاي الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم طيب انا دلوقتي الترجمة هنا شايف ان شكلها كبير اقدر اعدل فيها بقى من هنا يعني مثلا الخط 18 انا عايز اصغر الخط شوية حيث يبقى كده مثلا 12 او 12 كويس بخليه مثلا كده نوع الخط بتاعت الترجمة بتختار النوع اللي انت عايزه ايه عايز الترجمة تبقى فوق بعد باليمين بالشمال زي ما انت عايز بترفحها تحت شوية بتطلحها فوق بتختار اللون بتاعت الترجمة عايز الـ background بتاعت الترجمة يبقى لونها ايه كل دي عايز تاخد ملف بس هنا عشان تاخد ملف الترجمة ده لازم تكون عامل upgrade او مشترك في النسخة المدفوعة خلاص انا دلوقتي اخترت الترجمة مسلا بالشكل دوت طبعا اي فورما يعني انا اخترتها دلوقتي اي كلام وبعد كده بدوس done دلوقتي الفيديو هيظل لك هنا عشان لو انت كمان عايز تعدل في اي حاجة فيه طبعا دلوقتي لما باجى اشغل الفيديو سألتني على ازاي تقدر تعمل استطلاع رأيي أو ازاي اخد رأيي الناس في القناة بتاعتي على اليوتيوب فانا قلت الموضوع مش مستاهل حلقة كاملة هي في دقيقة واحدة حتى تخش من القناة بتاعتك على الستوديو من الستوديو حضرتك هنا تمام خلاص انا دلوقتي اتأكدت من الترجمة بتاعتي تمام وكل حاجة تمام بعمل اكسبورت للفيديو او عايز بقى الفيديو اخذه عندي على الكمبيوتر عشان بعد كده ارفعه على اليوتيوب بعد كده بعمل داو اللود عشان نزله على الجهاز عندي وده كده الفيديو بعد ما نزل على الجهاز بالترجمة بتاعته بقت مكتوبة جواه زي ما انتوا شايفين كده بالزبط طول ما انت شغال الفيديو كل ما كانت الترجمة شغالة معايد كده بقى الفيديو جاهز ان انت تقدر ترفعه على القناة عندك على اليوتيوب والترجمة موجودة فيه already فخلاص الموضوع كده بقى سهل مش محتاج بقى ان انت تعمل حاجة في اليوتيوب انت بس بتاخد الفيديو بترفعه في القناة عندك طبعا انا بالنسبة لي صراحة الموقع حلو جدا 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 كمان وبالذات صراحة النسخة المدفوعة يعني هو مش خسارة فيه الفلوس بس ايه اللي يخليني ادفع فيه طرام انا ممكن استخدم النسخة المجانية وبشكل معقول طرام فيديوهاتي مش كتير خلال الشهر يعني تمام؟ ارجو ان الفيديو يكون عجبكو ياريت كل واحد استفاد من الفيديو دا فعلا يشاير الفيديو دا الحد تاني عشان هو كمان يستفيد وانا استفيد وانتو كلكم تستفيدوا زي طبعا اللايك والتعليقات الجميلة بتاعتكم تمام؟ واي حد عنده استفسار كل وسائل التواصل موجودة في الوصف بتاع الفيديو ربنا يوفاكو اشوفكو الفيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة